فيا سادة احنا مخصصين يوم الحد عشان نتكلم فيه عن التوافق والسعادة طب مخصصينه ليه؟ لأن احنا لاحظنا أن الناس في الحياة الزوجية بيبقى عندهم مشكلات كتيرة بتنبق وبتخلي الناس حذرين من أن المشكلات دي ممكن توصلنا إلى حد الطلاق زي ما احنا مخصصين يوم السبت للكلام عن أصحاب السعادة المقبلين على الزواج وسنقول جواز احنا بنتكلم دلوقتي عن حاجات كتيرة جدا بتكون مزعجة وقد تؤدي إلى الطلاق احنا ابتدنا في الحلقة بتاعة يوم الحد الأسبوع اللي فات وتكلمنا عن منبئ من منبئات الطلاق ومسبب من مسببات الطلاق يكاد يكون في المرتبة الأولى في مسببات الطلاق اللي هو ايه؟ تدخل الأهل تدخل الأهل ده يسيد عامل بالضبط زي إيقاد النيران اشعال الحرق تحس كده أن الحاجة الوسعى بالديق زي ما تبص كده تلاقي من الصور بتاعته ايه؟ تدخل أم الزوجة وإخواته البنات وأهو تدخل أم الزوج وإخواته البنات إيه اللي حاصل؟ تبص المسائل تشتعل ما تسمح لهاش تعمل معك كده ما تسمحلوش يأذيك بهذه الطريقة ده أبوكي لما عمل كده أنا كنت بقفله فالتدخل ده تدخل بيبقى صارخ أو حتى تدخل أبو الزوجة وخاصة لو كان بيساعد في البيت كمان بيساعد بنته وتدخل أبو الزوج يا سلام بقى حدس ولا حرج لما نكون في بيت العيلة وأبو الزوج كمان بيساعد في ما صوره في البيت والبنت ساعتها تتعامل مع أبوها وهو بيتدخل في حياته على أنه بطالها وحاميها فيبقى عندنا مشكلة ما بين الزوج وبين حماه في الصراع على البطولة ويحصل بقى استدعاء ده من الأهل في كل صغيرة وكبيرة وهنا بتحصل مصيبة عارف الزبط زي إيه؟ زي استدعاء القوات الأجنبية هي دي أنا بسميها ظاهرة تظاهرة إيه؟ الاقتتال المنزلي إحنا خلاص بنبقى كأننا في معركة في حرب وإيه اللي حاصل فيه معركة وفيه جيش وفيه معركة وفيه جيش والناس بتلتقاتل والأهل اللي يتم استدعائهم المفروض الرشادة بتقول إن الأهل يتم استدعائهم عند الحاجة إليهم أقول لكم حاجة وما تزعلوش آه هم فيه أسرتين بيتجوزوا بس العائلة والأسرة اللي هي أسرة المنشأ دي مش جزء ولا ركن في الأسرة الجديدة أسرة جديدة دي أسرة مستقلة الأسرة الجديدة دي أسرة كملة الأركان بلاش تخلوا الأسرة الجديدة أسرة مبتسرة لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ورح قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راع وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتي هي المسؤولة فما تخلوش متعجزوش أولادكم وتخليوهم عندهم حالة من حالات الهشاشة الزوجية وما يقدروش يتحركوا ولا يقدروا يعملوا أي حاجة ولا يخدوا قرار وعشان كده لازم نعرف أن بيتطور دور الأهل مع الأولاد حتى في مراحل عمرهم فالأباء والأمهات بيتحولوا إلى أصدقاء لأولادهم في فترة المرخة وبتاياة الشباب لكن لما بتحولوا إلى أزواج بتحولوا إلى مستشارين وما حدش قال المستشار بيفضل قاعد طول النهار في المكان اللي بيكون فيه الشخص اللي بيطلب منه الاستشار لما نحتاجه بنتطلبه فيه عدة زوار بقى بتحصل في الجواز لازم ننتبه إليها بعض الأحيين لما الأزواج بيتجوزوا في بيت العيلة بتحصل حاجة اسمها ابتلاع الزواج الزواج ده بيبتلعوا بيت العيلة فالضيع الخصوصية وما يبقاش فيه استقلالية والكواز كده بيكون جواز بايت ملوش طعم مش بيخلي الناس تعيش حياة جديدة ومولود جديد اللي هو الزواج والأسرة الجديدة دي بتحس أنها انتهى عمرها الافتراضي بدري وتبتدي البنت زي ما أنا لسه جاي دلوقتي من جلسة من جلسات الشهد الزواجي البنت حاسس أنها ماذا؟ أنها محبوسة مسجونة أسيرة متاخدة أسيرة لأنها حاسة أنها مش في بيئتها الطبيعية الظاهرة الثانية للانسلاخ الزواجي اتجوزنا وانسلاخنا تماما بعيد عن الأهل فيه اللي يحصل طب ليه؟ عشان تدخل الأهل مو خيف فبننسلخ عنهم جدا فنحصل قطيعة بيننا وبينهم وفي الحالة دي اللي بيحصل؟ الأسرة الجديدة بتفقد الدعم الحالة الثالثة بقى أو الظاهرة الثالثة اللي بتحصل بسبب ده دخل الأهل الطرد الزواجي الثالثة بطريقة معاملتها بتخليه بتخلي الزوج يرجع يحن للماضي يروح للكوم بارتزون دايما تقول لي والله ده بيسيبني بالأيومين والثلاثة ويروح يبات عند مامته وطبعا ممكن يتلكك إن هي مريضة ممكن يقول والله طب هي ستة كبيرة ما تقدرش تقعد لوحدها فيغيب باليومين والثلاثة فتحس إن البيت القديم بتاعه هو ضرتها طب ليه ده؟ عشان هو حصل طرد طريقة معاملتها خليته يرجع للكوم بارتزون لمنطقة الأمان بتاعه أو هي تروح ولازم لما تروح في الأجهزة في الوكي أند لبيت أهلها تطول تقعد بالأسبوع تقعد بالعشر تيام لأن هي حصلها طرد زواجي من زوجها لما ما حسستش بالأمان في البيت الظاهرة الثالثة هو النضوج الزواجي بقى وده النضوج الزواجي بيبقى من أحد أهم اختبارات الزوجين في علاقتهم بأهلهم فعندنا نموذجين لطاف أعطراب لكم نموذجين لطاف نموذج النخلة ونموذج الأمفد نموذج النخلة بيقول إيه؟ بيقول النخلة البنت عن نضرب لها مثال برأسرة جديدة عشان تنتجي لازم تبعد عن النخلة الأم تسع متر طب إذا ما حصلش ده النخلة البنت تموت مش هتتغزى كويس وبيقولك أن مجموعة من الأمفة حبوا يدفوا بعض الأسطورة بتقول كده والحكمة بتقول كده مجموعة من الأمفة حبوا يدفوا بعض فقربوا من بعض فهاروا بعض شوك وعاروا بعض وجعة فتعلمنا الحكمة بتقول أن أنت دايماً لازم تضبط المسافات بينك وبين الأسرة اللي أنت نشأت منها